اشتركوا في القناة منذ بداية الازمة وهو ما كان له الاثر الايجابي في الحد من انتشار فيروس كورونا واشار معالي الوزير لاهمية دور المحافظات في التواصل مع المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة وفي هذا الاطار اكد معاليه على دور المحافظات في وضع آلية عمل تضمن تخفيف كثافة العمالة الاجنبية في مناطق سكنهم خاصة تلك العشوائية وغير النظامية وتوزيعها على بعض المنشآت الحكومية مثل المدارس والاندية الرياضية والمراكز الشبابية واي منشآة حكومية اخرى حسب تقدير المحافظين واكد معاليه على اهمية قيام المحافظات بحصر هذه العمالة ومواقع السكن وتلك التي سيوزعون عليها واحتياجات كل فرد منهم تمهيدا لتنفيذ الاجراءات اللازمة الأمر الذي يتطلب تشكيل فرق عمل بكل محافظة تضم ممثلي الجهات المعنية مضيفا أنه يمكن الاستفادة من جهود المتطوعين في هذا المجال وأوضح معالي الوزير خلال الاجتماع أن خفض الكثافة السكانية بين العمالة الأجنبية من خلال توزيعها على عدة مواقع سيعود إيجابيا على الوضع الصحي بشكل عام خاصة أنه يعد إجراءا وقائيا يسهم في تعزيز الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا وفي ختام الاجتماع أكد معالي الوزير على ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين والمقيمين وترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وحضر الاجتماع مساعد المنسق العام للمحافظات ترجمة نانسي قنقر